السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد وصلنا إلى نهاية السنة السنة الميلادية ونحن على مشارف نهاية شهر ديسمبر وما يحدث في كل عام والمحزن أن كثيرا من المسلمين ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم ترى هم يعني مستبشرين بهذا الاحتفال منهم من أحضر الشجرة وبدأ يزينها ومنهم من يعني بدأ يشتري الهدايا ويوزعها ويظن أن الموضوع عادي ويظن أن الأمر يعني هين ولا يعلم أن هذا يقدح في لب عقيدة في صلبها لأن الله عز وجل إنما نزل الإسلام ونزلت الديانات كلها وبعثت الرسل كلهم من أجل شيء واحد ما أقيم ميزان السماوات والأرض ولا أقيمت الجنة والنار ولا خلق الله العباد إلا لأجل توحيده سبحانه قل هو الله أحد من أجل هذه الكلمة من أجل شهادة أن لا إله إلا الله وكثير من المسلمين لا يبالون طبعا حتى في الدول العربية في كثير من الدول صار الاحتفال برأس السنة والاحتفال بالكريسمس هذا علامات التطور وعلامات التقدم بل والله أنها علامات الحضيض وعلامات الذهاب إلى مستنقع الإلحاد والكفر والعياذ بالله نسأل الله أن يجنبنا هذا البلاء كله طبعا أنا كلامي سيكون لمن تخاف على دينها على أقيدتها على أبنائها فتقول أنا بإذن الله لست ممن يحتفل ولا يفرح بهذه العياد بل والله إن في قلبي غصة وفي قلبي حزن على ما أراه كيف دعوا للرحمن ولده كيف ينسبون أن لله ولد فكلامي موجه لهذه تقول أنا مشكلتي مع الأبناء كيف سأصنع معهم وهم يحتفلون في المدارس وهم قد يعني يحضرون لهم مثلا سانتا ويجعلونهم يقيمون بعض الفعاليات ماذا يسعني أن أفعل أقول لك أولا الله لن يضيع مجهودك إذا كنت مهتم بأبنائك منذ الصغر دائما تكلميهم أن اليهود والنصارى فعلوا كذا أنهم قالوا أن لله ولد وأنهم نسبوا له الزوجة ودائما تذكره بالله وتخبره أن الله عز وجل يغضب أن يدعي أحد أن له ولد وأن اليهود قالوا عزين بن الله وأن النصارى قالوا المسيح بن الله والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد كفر الذين قالوا إن لله ولد وتخبريه أن السماوات والأرض كادتها أن تتفطروا أن الله عز وجل يقول في صورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فأذكر أولادي وأشرح لهم وأخبرهم دائما دائما وأبدا لا أنتظر إلى مثل هذه المواقف وبعدين أبدأ أشرح لهم لا من بداية نعومة أطفالهم منذ أن يبدأوا يفهموا ويستوعبوا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية مسألة تهنيئة الكفار بأعيادهم جميع العلماء باتفاق العلماء أجمعوا جميعهم أنه لا يجوز أن أهنئ المشركين والكفار بأعيادهم خاصة العياد الشركية كيف أقول له عيد ميلاد مجيد عيد ميلاد من عيد ميلاد المسيح أنت مسلمة تعبدين الله عز وجل وتتقربين إليه بأحدانيته أنه واحد أحد فرد صمد أم أنك لا بأس أن تجاملي فتقولين لهم عيد ميلاد سعيد حابي عيد عيدكم مبارك لما تجاملي لما تجاملي على حساب دينك أولا لا يجوز لك أن تهنيهم ولا يجوز لك أن تشاركيهم بهذه الاحتفالات ولدي سيذهب إلى المدرسة وسيكون هناك احتفال أنا أخبره إذا رأيتهم يحتفلون أنت أخبرهم أنني لا أريد أن أحتفل لا أريد أن أحتفل بهذا الاحتفال لأنني أعتقد أن عيسى ليس ابنا لله وهذا يؤذيني في ديني وله حق أن يتكلم فيكون ابنك مقتنعا بالكلام لا يقول أنا والله بنفسي وأريد لكن أمي هي التي رفضت أمي التي لا تريد قد يسبب لك هذا مشاكل فيقولون أنك مذلا تعلمين ابنك أشياء هو لا يريدها اجعل أبنائك يقتنعون من نعومة أظفارهم وأنت تكلمهم سيقتنعون بهذا الأمر هذه النقطة الثانية أن أجعل ابني يقتنع وأنه إذا رأى الفساد أن يقول أنا لا أريد أن أشارك ولا أريد أن أكون في هذه المجموعة التي تحتفل وأستطيع أن أخرج أو أذهب إلى النادي أو أذهب إلى أفعال واجباتي يتعذر بأي عذر أن يخرج وأنت أيضا تكون الدائم الأكبر والمرشد ودائما تمدحيه وتشكري على أفعالي وتخبري أن الله يحبه فإذا أحد هنى بهذا العيد يقول له أعتذر منك لكنني لا أحتفل بهذا العيد لأن هذا العيد يخالف عقيدتي وديني وأذكر أن مقطعا لأحد الأمريكيين الذين أسلموا قال فيه أنا أعتبي على المسلمين أنا لا أحتفل مع أسرتي بالكريسمس وأسرتي تقول لي لماذا لا تحتفلوا معنا وكثير من المسلمين يحتفلون فأرجوكم أيها المسلمون لا تصعبوا علينا الأمر ففعلا أحنا كمسلمين نحتفل معهم فنصعب على المسلمين الجدد الذين يعرفون أن هذا لا يجوز فلا يدرون كيف يتصرفوا لا تحتفلي معهم ولا تشاركيهم ولا تهنئيهم الآن مسألة الثالثة مسألة الهدايا أحضروا لهدايا القاعدة العامة أن الهدايا من الكفار جائزة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود هدية وأخذ من الكفار فالهدايا جائزة أن نأخذها في عيدهم أو في غير أعيادهم بشرط أن لا تكون محرمة أو داعية إلى محرم أن لا تكون خمرا أو مخدرات أو أشياء أنت تعرفين أو خنزيرا أشياء محرمة في دينك لست مشاركة معهم لك أن تأخذي لكن تكوني مشاركة معهم في الحفلة وتأخذيها لا طيب بالنسبة للأبناء إذا كانوا مثلا في الفصل يوزعون حلويات للجميع دون حفلة دون أن يكون الولد مشاركا في الحفلة لا بأس يأخذها كبقية الأطفال لكن أن تكون هناك حفلة ويوزع للأطفال فأنا أعلموا ولدين أخبره أنه إذا كان في حفلة ويوزعنا وأنت في داخل هذه الحفلة فلا تأخذ لكن إذا مثلا واحدة بيدها سلة وتمر على الفصول تعطي للطلاب لا بأس خذها أنت لا شاركت في حفلة ولا كنت موجودا في الحفلة فلك أن تأخذها لكن أن تكون داخل الحفلة يجب عليك أن تخرج وأن تقول لا أريد أن أشارك في هذه الحفلة ولا أريد هذه الهدية وشكرا وأنا أعتذر وأريد أن أخرج لا بد أن أربي ولدي على العزة بدينه ثم شيء أخير أنا أتعجب ممن يحتفل معهم ونحن في هذا الوضع لا يحتفلون معنا بعيدنا ولا يصومون معنا في رمضان بل يعتبروننا أقل من الحيوانات ويعتبروننا حيوانات بشرية أهلنا يقتلون وأهلنا يقصفون وأهلنا محاصرون ونحن نحتفل معهم بالله عليكم كيف تجرؤين أن تعلق الشجرة بالله عليك أخبريني بأي قلب تستطع أن تحتفلي أو أن تهنئيهم أو أن تشاركيهم بأعيادهم وهم يفعلون ما يفعلونه بإخواننا بأي قلب وبأي دم ستقابلين رب العالم من إياك أن تكوني ممن استرخص نفسه أو استرخص دينه أو رب ولده على الخنوع والخضوع ربه على العزة أنا لا أريد أن أشارك لا أريد هذه الهدية لا أريد هذا الكاندي لا أحبه أنا لا أريد أن أشارك في هذا الاحتفال ماذا سيقطعون عنقه؟ لا لن يقطع أحد عنقه إلا بأمر الله عز وجل وربي ولدي على أن يعتز بعقيدته بدينه وأن يكون شهما وأن يكون شجاعا لا يخاف في الله لوم تلائم لا تربي ابنك على المذلة والخوف وأن يستحي من دينه ربه على العزة نحن بحاجة أن نعيد العزة لأبنائنا والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر